الحقيقة من الديئة الاولى الاهلي كان قادر ان هو بيشكل خطورة على مرمى منتير ويمكن دي السلبية الاولى او السلبية الوحيدة اللي انا دايما بشوفها في ادايا الاهلي من بداية الموسم وهي اهضار الفرص السهلة العبت الاهلي عندهم ممكن نقول يعني ايه موضوع اتخاذ القرار ده في شوية سلبية ان لما احمد عبدالقادر يروح انفراض على مرمى منتيري في الديئة التالتة او الرابعة ويهدر بالطريقة دي دي حاجة سلبية جدا لما حسين الشاحاتي بقى عنده فرصة قبل نهاية الشروط الاول ان هو وصل خلاص لحارس منتيري فبيكرر ان هو يحتفظ بالكرة مدة اطول في رجله دي صراحة نقاط سلبية ليه لان انت المفترض ان انت حتى لو مش لعب اساسي فانت مدرك كويس جدا اهمية الفرصة ومسئولية الفرصة لان انت بتلعب ناقص على كبير جدا من القوامل اساسي بتاعك الفرص اللي زي دي مش هتجيلك في مباراة بالحجم ده ضد منتيري وفي نفس الوقت انت لعب بديل المفترض ان انت بتثبت نفسك بافضل شكل ممكن للمدير الفني وللجماهير علشان تثبت احقيتك بالمشاركة لكن لما تكون انت مهاجم وما تقدرش تستغل ده بصراحة يعني طبعا عايز ايه يعني ايه ايه اللي انت عايزه علشان تثبت نفسك وتثبت احقيتك في المشاركة اشتركوا في القناة